حياكم الله مجدداً أحبتنا الآن ننتقل إلى فقرة من فقراتنا الرئيسية وهي الزميل نجيب القحطاني وفقرة المكرويف نجيب صباح الخير وين موجود حالياً صباح الخير عبد المحسن صباح الخير مونيات صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت من محن نعودناكم دائماً في لقاءاتنا وجولاتنا في أماكن كثيرة مثل ما تفضل زميل عبد المحسن نحن اليوم موجودين في أحد المشاريع التي تقوم فيها وزارة الأشغال وهو مشروع طريق الجهراء من أهم المخططات والخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأشغال تطوير شبكة الطرق في الكويت ويبدأ هذا المشروع من طريق الجانب القربي بدءاً من بوابة الجهراء ودوار الجهراء وينتهي بعد هذا المشروع إلى دوار الأمم المتحدة بيطول 18 كم من الجسور جسور على 8 كم وبالأخص وفي كذلك طرق علوية ونفق موجود في هذا الجهراء لكن نحن نتكلم أكثر وأكثر عن هذا المشروع معنا المهندسة سارة ملك مهندس هذا المشروع ومن البنات الشباب الكوتيات اللي ما شاء الله عليهم يعطيهم العافية في هالمشاريع مهندسة أول شيء صباح شاء الله بالخير ويعطيش العافية وإحنا دائماً مع المهندسين الكوتيين اللي موجودين في جميع المشاريع نبذة تعريفية عن مشروع طريق الجهراء بالنسبة حق مشروع تطوير طريق الجهراء يبدو مشروع تطوير طريق الجهراء من بوابة الجهراء مثل ما تفضلت وينتهي في دوار الأمم المتحدة قيمة هذا المشروع أنه يعتبر من أهم الخطط الاستراتيجية لحطتها وزارة الأشغال حق تطوير شبكة الطرق كان أمر مباشرة العمل تم في تاريخ 13 ستمبر 2010 وإن شاء الله متوقع أنه ينتهي بتاريخ المعدل بتاريخ 17 نوفمبر 2018 تكلفت هاي المشروع وايد عالية بـ 264 مليون دينار كويتي مثل ما تفضلت يتكون من جسور 18 كيلومتر من الجسور لو نتكلم عنها بتفصيلية أكثر 8 كيلومتر اللي هي طريق الجهراء اللي هو الجسر الرئيسي وعندنا ثلاث تقاطعات رئيسية واحدة منهم اللي هو تقاطع مستشفيات وجسر المطار وجسر الغزالي بطول 2.4 كيلومتر عندنا بعد منحدرات اللي هي الرامبات عندنا ثمانية كيلومتر من الرامبات وعندنا عشر جسور للمشات وعندنا نفق مثل ما أنت تفضلت بطول 620 متر هذا النفق يقع بتقاطع الدائري الثاني ونزلو نتكلم عن الافتتاح الجزئي إحنا الآن كاميرتنا قاعد تأخذ لغطات هذا الافتتاح الجزئي اللي هو من طريق المطار حتى ميناء الشويخ يعني هذا مجرد أنك وأنت يا من المطار باتجاه من الشويخ ما شاء الله عندك الحركة الإنسيابية سهلة نتكلم عن الافتتاح الجزئي هذا اللي قبل كم يوم فتحته من نسبة حق الافتتاح الجزئي نتكلم عن الافتتاح الجزئي يعتبر هذا الافتتاح الجزء السابع حق مشروع الجهرة تم الافتتاح في يوم الأربعة اللي فات بتاريخ 11 مايو هذا الافتتاح كان مثل ما انتقلت تفضل طريق جسر المطار اللي هو مع تقاطع الجهرة اللي هو واقع بين كيفان والشويخ باتجاه جمال عبد الناصر أما كان حارتين الجسر عبارة عن حارتين أما باتجاه العكسي حق الجسر المطار اللي هو مع مشروع جمال عبد الناصر ما رح نقدر نفتتحه إلا ما يخلص مشروع جمال عبد الناصر اللي احنا واقفين الآن في هذا الجسر اللي هو من مينة الاشويخ إلى المطار هذا لحد الآن ما تقولون تفتحونا لأنه يربط مع جسر آخر بالضبط يربط مع مشروع جمال عبد الناصر إن شاء الله متوقع ما يقوم ما ينتهي مشروع جمال عبد الناصر نفتح معاهم الجسر هذا لكن الجهة الثانية وباتجاهك من المطار إلى مينة تم إmiclar دعونا نتقل المهندسة إلى سؤال الآخر الإنجاز في هذا المشروع ما شاء الله نشوف من الجهرة تطلع محافظة الجهرة توصل إلى الدير الآن بسهلات الأمور سهلة وكذلك الآن افتتاح هذا الجزء في افتتاحات أخرى موجودة لو نتكلم عن نسبة الإنجاز في هذا المشروع لو نتكلم عن نسبة الإنجاز في هذا المشروع ما شاء الله يعني نسبة الإنجاز وايد مرتفع عندنا تخطط 93% أما بالنسبة لأنه صار عندنا افتتاحات جزئية وايد لأننا نتحدث عن هذه افتتاح الجزء السابع فعندنا تقريباً 77% من افتتاحات الجزئية التي تمت في المشروع لأن المواطن قام يرى أنه حركة مرور أسهل لأننا 77% من المشروع قاية يستخدم حق المواطن نستطيع مهندسين أن نعرف هذا الجزء السابع لكن 6 أجزاء التي افتتحتوها السابعة أي لو نتحدث مثلاً عن افتتاح الجزء الأول الذي صار صار في يناير 2015 كان عبارة عن دوار الأمم المتحدة وأيضاً الرامبات اللي هي من طريق الجهرة للدائر الرابع ومن دائر الرابع لطريق الجهرة هذا كان أول افتتاح الجزء حقنا من نسبة حق الافتتاح الجزء الثاني الذي كان في تاريخ أكتوبر 2015 اجتمل على دوار تقاطع دائرة الثانية مع طريق الجهرة من نسبة حق الافتتاح الجزء الثالث كان في جسر الجهرة الرئيسي كان في تاريخ يناير 2016 وكان أبطول 4 كيلومتر من غرناطة اللي من أكاديمية سعد العبدالله هاي طبعاً أكو بعض طرق سطحية هم من تم افتتاحها الافتتاح حين نتكلم عن الافتتاح الرابع كان في تاريخ يوليو 2016 اجتمل على الجسر الواصل بين طريق الجهرة وطريق المستشفيات باتجاه جمال عبد الناصر ومدنى الافتتاح الجزء الخامس كان في نوفمار 2016 اللي هو اجتمل على هم نفس الشيء اللي هو طريق الرئيسي مال الجهرة الجسر الرئيسي اللي هو كان من أكاديمية سعد العبدالله حتى نهاية الجسر بطول 5 كيلومتر بالإضافة حق المنحدرات اللي هي الرامبات الصعود ونزول يعني كان الافتتاح الجسر الخامس قدنا نتقول كان اهم افتتاح بالنسبة حق افتتاح الجسر السابع كان في ديسمبر 2016 ساد ساد السوري في 2016 الشمال على الجسر الواصل بين طريق المستشفيات وجسر الجهرة في اتجاه الجهرة واليوم احنا معاكم مع افتتاح الجسر السابع نعم مهندسي حنا ودنا يعني نسبق الحدث ان خلنا نقول حق المشاهد الكريم اللي من سكان منطقة الشامية وكيفان وشويخ المناطق الغريبة ان شاء الله خلال يعني خلنا نقول الشهر القادم او الفترة القادمة ان شاء الله راح يفتتح نفق وهذا النفق راح يسهل حركة المرور اكثر واكثر ودنا نعرف بس المشاهد الكريم وين موقع هذا النفق موقع هذا النفق مثل ما احنا قايلين اللي هو الدائره الثاني هذا النفق طوله ستمية وعشرين متر تقريبا خلصتنا نسبة العمال اللي خلصت فيه سبعة وتسعين بالامية يعني قدر نقول تقريبا نفق شبخ خالص ان شاء الله متوقع ان نفتحها بتاريخ يونيو الفين وسبعت عشر وطبعا راح يخدم مثل ما اتقلت منطقة الشويخ والشامية ان شاء الله الاخير راح شوية يرتاحون من الزحمة النفق خلنا نقول الان تقريبا جاهز تقريبا تقريبا سبعة وتسعين بالامية جاهز يعني باقي مثلا لو نقدر نتكلم عنه اعمال تشطيبات ودهانات مقاومة يعني تقريبا اذا نتكلم عن سبعة وتسعين يعني مجرد اعمال تشطيبات بسيطة باقي وان شاء الله على خير يخلص يعني توقعاتكم ان شاء الله طريق الجهرة متى ان شاء الله يتوقعون يكون شون جاهز لسكان هالمنطقة سكان المناطق الغريبة مرتدي هذا الطريق بالنسبة حق النفق يقلنا احنا ان شاء الله على يونيو 2017 بالنسبة حق المشروع ككل ان شاء الله على خير ب2018 رح يخلص لو نتكلم عن الجسر اللي خلفنا اللي خلفنا اللي الآن الجسر اللي إذا يعني خلص الجسر اللي خلف اللي عند البينة اللي يربط مع هذا الجسر متى ان شاء الله رح توقعاتكم ربطكم مع هذا الجسر يعني نحن نعطي التوقعات نعطي الأكيد الشهر تقريبا هالشهر احنا نقول الله اعطش العافية وعساش على القوة احنا دائما مع المهندسين الكويتين دائما في عام في كل مكان حتى احنا وصلنا لمعلومات ان انت عندك مشروع ياي ان شاء الله غريب لسكان منطقة جنوب السرة فاحنا ما رح نتكلم عنها الحين لكن متى ما بيديتي بهذا المشروع رح نيجي مهندسة هناك في المشروع ونتكلم عن هذا المشروع مهندسة سارة يعطش العافية عساش على القوة ما شاء الله احنا نشوف المهندسة الكويتين اللي ما شاء الله مميزين في جميع المشارع نقول لك مشكور مهندسة مشكور مهندسة يعطيكم الف عافية شكرا 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 كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من طريق الجهراء السريع ويمكن لاحظنا معكم ويعطيها العافية المهندسة سارة عطتنا معلومات كاملة عن سبع أجزاء أو طرق مفتوحة في هذا الطريق عبد المحسن تفضل نجيب عليك امر يعني حرصا مننا انت يعني افترض ان انت ايضا تاخذ مثل الاخوان والاخوات المهندسين اللي يطلعون معاك الحامي الواقي من الشمس واشاعة الشمس نعم ابشر الشاعة وتحيات من الفريق العمل اللي عندك انخلي مخرجنا ورئيسي رغ العمل يوفروننا انشاء الله عبد الفاس يعطيك العافية عساك على القوة راح نرجع لزمنا الفلسطين وتكملة الفقرات الحلوة والمتميزة لأسرة وبرنامج صباح الخير لكم العوان تفضلوا شكرا